عبد الحليم حافظ العندليب الأصمر من خلال مسيرته الفنية قدم عبد الحليم حافظ مجموعة من الأفلام التي تعد الآن كلاسيكيات لا تمحى من ذاكرة الفن العربي في عالم السينما يعتبر عبد الحليم حافظ أيقونة لا تنسى حيث أنه لم يكن مجرد مغني متمكن بل كان فنانا شاملا قادرا على تعبير عن مشاعر الحب والألم والفرح من خلال أدواره المتنوعة بدأت رحلته السينمائية في منتصف الخمسينيات ومنذ ذلك الحين من لحن الوفاء إلى أبي فوق الشجرة تنوع تدواره بين الرومانسي الشاعري والشاب الطموح مما جعله يترك أثرا لا يمحى في قلوب المشاهدين ولعل أبرز ما يميز أفلامه هو قدرته على تجسيد العاطفة الإنسانية بأسلوب يخاطب الوجدان ممزوجا بأغانيه التي تعد الآن من روائع الغناء العربي إن إرث عبد الحليم حافظ السينمائي يعد شاهدا على عصر ذهبي للفن المصري ومن خلال هذه الأعمال لا يزال يلهم الأجيال الجديدة من الفنانين والمخرجين ويعتبر مثالا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل الفني والآن دعونا نستعرض معا هذه الرحلة الفنية الرائعة فيلم يوم من عمري الذي تم إصداره في 17 مارس 1961 يعد من الأعمال السينمائية المصرية الرومانسية الموسيقية الفيلم من إخراج عاطف سالم وبطولة عبد الحليم حافظ وزبيدة ثروة تبدأ القصة عندما يكلف رئيس التحرير الصحفي صلاح شوقي وزميله يونس المصور بتغطية وصول نادية ابنة المليونير أبو عجيلة من سويسرا بعد غياب طويل في المطار تكتشف ناديا أن زوجة أبيها تخطط لتزويجها من شقيقها فتقرر الهرب وتركب أوتوبيسا مع الصحفيين دون أن يعرف أي منهما حقيقة الآخر يقضي صلاح وناديا مع يونس وخطيبته ليلة رائعة في الملاهي وتذهب معه للمبيت في المنزل ويقوم يونس بتصويرهما لكن الجيران يكتشفون أمر ناديا فيطردونها عندما يعرف رئيس التحرير بأن الصحفي وزميله فشلا في المهمة يهددهما بالفصل يكتشف صلاح حقيقة ناديا ويذهب بالصور والموضوع إلى رئيس التحرير تقرر نادية العودة إلى أبيها الذي يقرر عدم تزويجها ممن لا تحب يسرق صلاح أوراق المقال والصور ويمنع نشر أي شيء عن حبيبته ويرسل الصور إلى نادية وأبيها وهما في المطار يعرف الأب مدى نبل صلاح ويقرر أن يزوج ابنته بمن تحب الفيلم يضم مجموعة من الأغاني العاطفية التي أداها عبد الحليم حافظ والتي تعبر عن مشاعر الشخصيات وتضيف إلى جاذبية الفيلم عبد الحليم حافظ الذي لم يكتفي بأن يكون صوتا مغنيا بل كان رمزا للإبداع والتجديد في الفن السينمائي أفلامه التي تجاوزت حدود الزمان والمكان تعتبر اليوم دروسا في الفن الراقي والأداء المتقن لقد كانت كل لحظة من لحظاته على الشاشة تنبض بالحياة والعاطفة وكانت أغانيه التي أداها في هذه الأفلام تعبر عن أعمق المشاعر الإنسانية ومع مرور الزمن تظل أفلام عبد الحليم حافظ شاهدة على عبقرية فنان استطاع أن يعبر عن الروح العربية بكل تفاصيلها إنها تعلمنا أن الفن ليس مجرد تسلية بل هو رسالة وتعبير عن الذات والهوية وفي كل مرة نشاهد فيها هذه الأفلام نجد أنفسنا نكتشف فيها جوانب جديدة ونستلهم منها الإلهام شكرا لك يا عندليب السينما على كل لحظة أمتعتنا بها وعلى كل أغنية أثرت بها حياتنا ترجمة نانسي قنقر